للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية دكتور أحمد الرئيس الأمريكي منذ قليل في كلمة له من البيت الأبيض يقول أنه لا يرى أن ما تقوم به إسرائيل إبادة جماعية هناك دفاع من الولايات المتحدة عن إسرائيل كان في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة أو حتى ضد محكمة العدل الدولية وهذا هو مجال آخر مع المحكمة الجنائية إلى أي مدى ستستمر الولايات المتحدة في نفس هذا النهج؟ تحيات لك أستاذ أحمد ولكل مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية الكرام في الواقع أن تصرحات الرئيس الأمريكي بايدن بأن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة ليس جرائب مبادة جماعية هو بيتصق مع الموقف الأمريكي المستمر في دعم إسرائيل وتوفير المظلة الحماية لها سواء في مجلس الأمن من خلال استخدام الفيتو ضد أي قرار يدين إسرائيل أو يطالب وقف العدوان أو أي قرار في صالح الجانب الفلسطيني تجهد أمريكا المشروع لخلاف حتى الإرادة الدولية ودائما تقف أمريكا وحيدة في مجلس الأمن بالفيتو رغم أنه كان يكون هناك في كثير من الأحيان توافق 13 أو 14 دولة على مشروع القرار ورأينا في قرار حصول فلسطين على العضوية كاملة استخدمت أمريكا الفيتو وحدها بينما وافقت 13 دولة من بينها فرنسا وامتنعت بريطانيا عن التصويب أنا في اعتقادي هذا الجزء من المنهج الأمريكي المستمر في دعم إسرائيل وتوفير كل أشكال الدعم العسكري الدعم السياسي الدعم القانوني سواء في الأمم المتحدة أو حتى مؤخرا بالطبع على مستوى المحاكم الجنائية والمحاكم الدولية رأينا في محكمة العدل الدولية على سبيل المثال عندما أصدرت المحكمة قرارات مجرد فقط طالب إسرائيل باتخاذ إجراءات احترازية لمنع جرائب الإبادة الجمعية في غزة خرجت أمريكا وانتقدت على كل مسؤوليها سواء الرئيس بايدن أو الوزير بلينكين ووزير الخارجية أو بقية المسؤولين الآخرين واتهمت المحكمة بل إن أمريكا عقبت المحكمة وجاملت إسرائيل وقامت بتسييس الإنسانية واتخذت قرارات فورية بمنع توميل أنور ووكالة غوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بسبب صدور قرارات المحكمة ويبتلي سياسة الإنسانية في هذا الأمر واتبعتها عديد من الدول الغربية كما رأينا وبدلا من أن تضغط أمريكا على إسرائيل لوقف جرائم الإبادة وتخالي المساعدات نجدها توفر لها المظلة الحمائية هذا المظلة الأمريكية هي جزء من الانحياز الأمريكي المستمر للإسرائيل على كل الأصعادة وأيضا جزء من الدعم المستمر لكن أنا في اعتقادي أن تصراحات بايدن الأخيرة طبعا جاءت بعد مطالبة المدعي العامة كما الجاناية الدولية بصدار بذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع وآف جالم هي محاولة لإعتبرات انتخابية من ناحية لإرضاء اللوب اليهودي لإرضاء الطيار المؤيد لإسرائيل لإظهار أنه أكثر دعما للجانب الإسرائيل حتى وإن كان هذا يخالف الموثق الدولية ومسؤوليت الأمريكا كدولة مفترض كبرى في النظام الدولي عليها مسؤوليات في حماية الأمن الدولي حماية الأمن الإنساني منع جرائم اللبادة الجماعية نعم